السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أطفالي جميعاً وقفا صرحتنا يا مبدعين اليوم إن شاء الله تعالى إننا منتعرف على تأميز ومجنون الغرم الأربعة عشر قبل أن نبدأ في الموضوع درسنا لهذا اليوم إن شاء الله منسترجع مع بعض يا مبدعين الأعداد التي تعرفنا عليها خلال الحساس الماضية هيا يا مبدعين نعيد مع بعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر من هم صديقنا لهذا الأسبوع أحسنتم ما شاء الله أربعة عشر أربعة عشر صديقها صديقها من هم؟ أحسنتي ممتازة جوارة صديقها معنا الواحد صديقها معنا الواحد هيا يا نوح هيا نعدنا بعض الأنمدة يا الحبيبي هيا نعد واحد اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر أحسنت يا نوحي المرورية ممتاز نشاط عليك يا نوح بعد أن اتمن واجعة الأداء التي تعرفنا عليها سوف الآن نتقل إلى تبييز ماذا؟ الرقم أربعة عشر يدينا سحابة كبيرة تحمل مجموعة من الأعداء هيا يا مدرين هيا نبحث على الرقم أربعة عشر هيا من يساعدني بالحصول؟ آه من يساعدني بالحصول على الرقم أربعة عشر؟ ما بينهي هذه الأقرام؟ من يساعدني هيا هيا؟ ها أحسنت أي مناب؟ يا مناب حبيب نايم البلوشي يوم البطل؟ أي رقم أربعة عشر؟ الذي يحتوي على أربعة وصديقه ما؟ الواحد أحسنت هي أحسنت ما شاء الله عليه هذا هو أربعة عشر أين أيضا؟ أين هو العدد أربعة عشر؟ أيوة يا مدرين أيوة نواف؟ أيوة نواف؟ أيوة أحسنت يا نواف ممتاز هذا أيضا أربعة عشر من أيضا؟ أيوة كفر؟ ما شاء الله عليه شي ممتاز هذا أيضا أربعة عشر؟ من أيضا يساعدني؟ هيا يا مدرين؟ يا مدرين؟ أيوة تميب؟ هيا نضع جائرة على أربعة عشر أحسنت يا تميم من أيضا يساعدني؟ هيا مدرين يا مدرزيز هل يوجد أيضا لقم أربعة عشر؟ نعم يوجد ها هو أربعة عشر ممتاز ما شاء الله عليكم هل يوجد لقم آخر لأربعة عشر؟ هيا مدرين هل يوجد أم لا يوجد؟ من يقبلني؟ هيا يا مدرين هل يوجد؟ أحسنتي لا يوجد رقم أربعة عشر آخر ممتاز ما أن يقول لي بعضكم؟ هذا هذه فقط أربعة هل يوجد ليها صغير؟ لا يوجد إذن هذه ليست أربعة عشر هيا الآن يا مدرين من يقبلني ماذا يمكن أن يوجد في الصندوق؟ أحسنتم أقلام ممكن أيضا ممكن حلاوة؟ ما شاء الله عليكم أيضا هيا لنتعرف ماذا يوجد في الصندوق ماذا نقول للصندوق؟ افتح يا صندوق ماذا نقول للصندوق؟ افتح يا صندوق لا 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 أسمع ماذا نقول للصندوق؟ افتح يا صندوق فتح الصندوق آه إنها مجموعة من الحيوانات الآن يا مبدعين هيا نعد الحيوانات الموجودة في الصندوق هيا هيا ساعدوني في العد يا أطفالي واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر إذن كم حيوان لدينا في الصندوق؟ أربعة عشر أحسنتم ما شاء الله عليكم إذن تعرفنا الآن أن هذه الحيوانات عددها يدل على مدلو العدد أربعة عشر على ماذا؟ على أربعة عشر حيوان إذن في الصندوق يوجد أربعة عشر حيوان الآن يا مبدعين بعد أن تعقفنا على مدلول قطم أربعة عشر وقمنا بعد الحيوانات في الصندوق الآن من المبدع؟ سوف يقوم بعد مجموعة الأقلام التي لدينا هيا يا مبدعين من 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 من؟ هيا هيا يا مبدع هيا يا نايا هيا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر أحسنت يا نايف إذن كم قلم لدينا؟ أربعة عشر صحيحة يا نايف يا نايف يقول أن البعد من 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 يخطأ في العدل واحححة ماذا نفعل حتى لا نخطى؟ يقول أننا نقوم كنت بالشكل الذي نقوم بعدها كذا واحد إثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، إثنى عشر، ثلاثة عشر أربعة عشر أربعة عشر من المبدع سوف يقوم بكتابة الرقم أربعة عشر في الدائرة أحسنتم هيا يا مبدعي هيا يا مآة أربعة عشر أربعة ومن صديقها؟ الواحد أحسنتم شاط عليهم هيا يا مبدعي إذن الآن تعرفنا على مدلول ماذا؟ الرقم أربعة عشر الأن يا مبدعي نقوم برسم سحابة الأعداد وأشكال القلب الأربعة عشر شكل القلب نقوم برسمهم ثم كتابة أدو وكتابة الرقم في الدفتر الأنشطة وأيضا السحابة نقوم بتبييز العدد أربعة عشر الآن يا مبدعي سوف ننتقل الآن إلى حل أنشطة الكتاب القامي هيا تابعوا معي يا مبدعي الآن يا أطفالي نقوم بفتح كتاب أرقامي صفحة ستة وخمسون وسبعة وخمسون هيا يا مبدعي نحل الأنشطة الخاصة بالرقم أربعة عشر أولا لدينا أنظر إلى الصورة وتعلم هيا نعد النجوم التي لدينا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن كم نجم لدينا في الصندوق؟ أحسنتم أربعة عشر بعد أن تعرفنا على عدد النجوم ننتقل الآن إلى نشاط الكتابة للرقم أربعة عشر اكتب رمز العدد أربعة عشر ننظر جيدا الآن إلى الأربعة عشر نحن تعرفنا في الحصة الماضية كيفية كتابة أربعة عشر الآن يا مبدعين نقوم بالمشي على النقاط ولا نخرج منها على النقاط حتى لا نصطدم بالسيارة نمشي على النقاط ليتكون لدينا العدد أربعة عشر ثم نقوم بكتابة الرقم أربعة عشر في المربعات هيا يا مبدعين بعد أن ننتهي من كتابة الرقم أربعة عشر ننتقل الآن إلى الصفحة المقابلة نقوم مبدعين من يقدر معي عدد السلاحف ها نواف أحسنت ما شاء الله عليك نواف يقدر عدد السلاحف بأنها أربعة عشر ما شاء الله عليك هيا إذن نعد السلاحف واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر ممتاز ما شاء الله عليك يا نواف أحسنت يا نواف إذن هنا أربعة عشر سوف نقوم الآن بكتابة عدد السلاحف الأربعة عشر ثم نقوم بتلوين السلاحف بألواننا الجميلة يلا يا مبدعين بعد أن ننتهي من حل هذه الأنشطة نقوم بتصويرها وإنسالها على المنصة لأتابعها والتصحيح يا مبدعين ولا ننسى أيضا في دفتر الأنشطة نقوم برسم السحابة والأعداد التي توجد فيها وتمهيز الرقم الربعة عشر في ربع دائرة حول الرقم الربعة عشر وأيضا رسم الأقلام وعدها ثم كتابة ماذا عددها إلى اللقاء يا أطفالي على أن ألتقي بكم إن شاء الله في الحصة القادمة في إنشطة ودروس مفيدة للجميع إلى اللقاء